موسيقى القضاء على المشاكل هذه الملكية يعود المشروع إلى الحياة والآن تبتدأ انطلقت الأشخاص في هذه الأسبوع لإنشاء مطار أكبر مطار في الجنوب الجزائر يعني من خارج المدن الساحلية إذن واحد من أكبر مطارات في الجزائر سوف يتم إنشاؤه في مدينة بوسعادة واللي سوف أكيد يعطي قفزة اقتصادية هامة لمنطقة الهضاب الهضاب العليا للدولة إن شاء الله نفكر كهدف استراتيجي وهو تطوير البناء التحتية على مستوى الهضاب العليا وجعلها كأقطاب صناعية على طول الهضاب يعني بالإضافة إلى الطريق السيار والهضاب العليا وكذلك الخطس الحديدية لمرأة الهضاب العليا كل هذه العناصر كل هذه العوامل تجعل من منطقة هذه منطقة جذب صناعي واقتصادي كبير للمستثمرين يعني في هذه المنطقة إذن إن شاء الله الأشغال هذه تكمل ما تزيج تحبس تزيج تحبس خلاص إلى نهايتها وإن شاء الله نتابع سوف نتابع المشروع هذا خطوة بخطوة نخليكم تابعوا هذا الفيديو عن هذا الموضوع والسلام عليكم بعد رفع العوائق والعراقيل التي حالت دون إتمام المشروع كمشكل نزع الملكية ها هو مشروع بناء المرافق الجديدة لمطار بوسعادة يعرف انطلاقة لأشغاله من جديد نحن الآن متواجدين على مستوى مطار بوسعادة تم إعادة الانطلاق في أشغال بناء المرافق مطارية جديدة يعني المدرج الرئيسي بما في ذلك الطرق الثانوية والمستودع الطائرات المشروع اللي كان عرف توقف بسبب يعني عدة عوائق من بينها نزع الملكية وترحيل يعني السكان المتواجدين في رواق الأشغال هذا المطار رح يعطي دفع كبير لولاية تمثيلة خاصة لمنطقة بوسعادة فيما يخص الدفع المجال السياحي وكذلك بالنسبة للمتعاملين الاقتصاديين ومستثمرين اللي رح يمكن لهم من التنقل يعني بسهولة فيما يخص يعني سواء الأشخاص أو يعني السلع التحب المشروع عبارة عن تكملة لما تبقى من الأشغال وسيتم استلامه في آجاله المحددة له وهي 12 شهرا ووفقا للمعايير التقنية المعمول بها عالميا يتمثل في بناء مرافق مطارية جديدة مدرج رئيسي على مسافة طول 3000 متر طولي وعرض 45 متر كذلك يحتوي على طريقي تدريج طائرات طريق رقم واحد ومميزات وكاركترستيك الخاصة يستيعه بطول 3145 متر وعرض 45 متر كذلك وطريق تدريج طائرات رقم 2 بطول 1352 وعرض 45 متر كذلك بالإضافة إلى مستودع الطائرات مميزاته كذلك 110 متر على 100 متر بسعة أربع طائرات بوينغ 736 مطار بوسعادة بمرافقه المتعددة والعصرية سيعطي لمدينة بوسعادة بعد إتمامه بعدا اقتصاديا وتنمويا هاما ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر